السلام عليكم اهلا وسهلا بكم. نتمنىكم تكونوا في احسن حال وكلكم زيانين ان شاء الله. معكم اصفة امي امن نجيحة. ان شاء الله نهار جديد ووصفة جديدة كيف مما كتشوفو. حضرت معكم هاد الحرشاء الغزالة. حرشاء اللي كتجي خفيفة وكتجي هي شيشة. وكتجي غزالة كيف مما كتشوفوها. كتشي روعة. في واحد لوقت واجيز كنقدروا نحضروها. مكونات بسيطة. ولكن نتيجة كتشي غزالة. ان شاء الله ندزل طريقة والمقادير كيفاش حضرنا هاد الحرشة دينا. اول حاجة اللي بنات انا قبل ما نبدأ في الحرشة انا شعلت الفران. شعلته على درجة ديال الحرارة. ميتين درجة من تحت ومن الفوق. بالنسبة لفران ديالتو. وعاد بيت في الحرشة ديالي لان ما كتاخدش معي الوقت ديك الخمسة دقائق فاش كنبريباريها. كي كل فران سخن وكندخلها الفران. ان شاء الله احتاجت هنا في المكونات البيضاء. احتاجت ثلاثة ديال المعالق ديال السكار سانيدة. واحد صشية ملباني. هنا بالنسبة لحلوات اللي بغيتوها تجي لكم حلوات قدروا تديروا حتى ضربعة ديال المعالق ديال السانيدة. صافي كنخلط مزيان هاد البيضاء مع هاد السكار. حتى كي تجانسو ليا مزيان كيف ما كتشوفو. من بعد غادي نزيد عليهم واحد الكمية ديال زيت لقياس ديالها. كيف ما كتشوفو. ديال الزيت الناباتية. سافي وكنخلط. احتاج ننسجم هاد العناصير مبعدياتهم كيف ما شفتو. غادي ندفع لهم الملحة. لقياس ديالها كاكل. تقريبا مع القد صغيرة. مع مراش مزيان. سافي وكنخلط عادي. كيف ما كتشوفو. سافي من بعد غادي ننضيف ليهم الحليب. الحليب غادي نحتاج انا هنايا. الجوج كيسان ديال العنبا. انا هاد الكاس عندي العبار ديال الكاس ديال العنبا بالضبط 150 ميليليليتر اللي كي ياخد لي. كي يكونوا عامرين مزيان. سافي كنخلط عادي العناصير مع بادياتهم. اراح حرشة ساهلة وسريعة صراحة. خصصا الي جا عندكم هاكا شيحة داولة اعلاغ فلا راها ضغية كتوجد. ما كتاخدش معانا وقت كتير وكتجيز وينها. كما شفتو بعد ما خلطت هاد الخليط حطيتو على اشنب. هنا اول حاجة غادي نتير هي انا غادي ندهن اللي غادي ندخلوه الفران. غادي ندهنوه زيان بالزبدة كيف ما كتشوفو باش ما تلصق معايا هاد الحرشة. و جيني سهلة فانا فاش نبغي ننديمو ليها. سافي وكن نضيف لي شوية ديال السميدة كيف ما كتشوفو. سافي وكنحطوه على جنب. وعاد كنكمل تتمة ديال العناصر ديالي. لان هاد ما غاديش نخليها حتى تبقى حتى ترتح مو بها شراطا غير غادي نكملها. غادي ندخلها الفران. هنا انا عبرى ثلاثة ديال الكيسان ديال السميدة ديال الحرشة. بهذا الكاس اللي عبرت فيه الحليب اللي القياس دياله مية وخمسين ميليليتر. يعني بنفس الكاس عبرت سميدة ثلاثة ديال الكيسان بالضبط. وعندي هنا واحد الخمارة ديال الحلوة القياس ديالها. العبار ديالها. خمسة عشر جرام درتها كلها. صافي وكنبقى كنضيف السميدة. انا هاد القياس عندي كيسان ديال يعني الحليب. يعني القياس ديالهم ثلاثة ديال الكيسان ديال العلبة. هذه بشمول فكنخدم. ولكن من الأحسن زيدوا السميدة ثم تدريجيا. على شيء ان نوعية ديال السميدة يختلف. لك شيء عليك ما تددوه هاش مرة واحدة. تددوه شوية بشوية. حتى نحصلوا على هاد القاوام. ما كتكونش يعني ما كيكونش القاوام ديال نقاعس حكي بما كتشوفوه. خفيف. سعفي مباشرة كنكبوه في هاد طوالة غادي ندخلها الفران. كيب ما شفتور القاوام دياله خفيف. وما خليتها شرتاحت نهائيا. مباشرة غادي نصبها. وغادي ندخلها الفران كيب ما اقول لكم. انا ديجا شعلتها لم يتي دررة. غادي ندخلها في الوسط ديال الفران. يعني وانا شاعل الفران من الفوق ومن التحت. من الفوق ومن التحت. ومن قبل كيب ما كتشوفوه دردرت عليها شوية ديال السميدة. وعد دخلتها الفران. كما قلت لكم حطيتها في الوسط ديال الفران. لأن العملية ديال الطياب البنات رأيها مهمة. كي تنجح معكم الحرشا ما كتجيكم شي يابسة. حيتي لقللتوا البطاء للفران. نراها كتجي يابسة. هنا رأيك كتجي خفيفة وكتجي شيشة كيف مما كتشوفوها معي. وكتجي طيبة ومحمرة على خطرها. كيف ما شفتون بعد ما بردت واحد شوية دي موليتها. يعني رأيك كدمولها بسهولة معنا. احنا داهني نضيجها يعني المول بالزبدة. ما كتلصق معانا كيف مما شفتونها. هاي تحيدات بسهولة. لأن هذا هو الشكل يالها كيف مما كتشوفو. تقدروا تقدموها هكا يعني بلا ما تديروا لحت شي حاجة. رأيك كد شي شي شو خفيفة يعني لا داعي باش تزينوها يعني كي بقى تبقى مسألة اختيارية. هنضفت لها هنا واحد شوية ديال لعسل غير شوية هاكا. وزينتها بشوية ديال لوز ايفيلي. وكانت هدي الحرشة دي هنا. واحد الحرشة اللي كتشي خزالها. وكتوجد فرمشة عين. وغير مكلفة. ويعني ناجحة مئة في المئة الى تبعتوا هات الخطوات. كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان تلقوا في فيديو ماجيء ان شاء الله بحول الله. كيف مما ديما ما تبخلوش عليها بالاشتراكات تيالكم. ولي لايكات تيالكم. وشكرا لكم. اشتركوا في القناة شكرا لكم. شكرا لكم اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة